أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرمي ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أزارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل من من يدعو من دون الله بل لا يستهيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافرون وإذا أجر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا في عبادتهم كافرين وإذا أذى عليهم آياتها بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا شكر مبين أم يقولون احتراه قل إن اتعيتوا فلا تفلكون لي من الله شريعا هو أعمق بما تبيضون فيه كفر به شهيدا ديني وبينكم وهو الرفض الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليه وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيهم إن كان لبعن بالله وتفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرهم إن الله لا يهزي القرم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان غيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهزدوا به فتقولون هذا إذ كن قدير ومن قبله كتابه ساعمان ورحمة وهذا كذا مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم من تقاروا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا لهم يحزنون أولئك أصحاب الجنة طالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووقصينا الإنسان بوالديه إفتالا حملته أمه فرها ورضعته فرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشدته وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا توضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عرفوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال الوائدين أفل لكما أفعدانه أن أخرج وقد خلت القرور من قبل وهما يستغيثان الله إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم قد خلت من قبلهم من الجن والجنس إنهم كانوا صاترين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يغلبون ويوم يمروا الذين تبروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وستمتعتم بها فاليوم تجدون على مدهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أطاعاب إذ أندر قومه بالأحفاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخار عليكم عذاب يوم عظيم قالوا ونبتنا لتأذكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال إن مدعم عين دروا وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأبهم عارضا مستقبل أنفيته قالوا هذا عارض مبطئنا بل وما استعجلتم به ريحا فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأربحوا لا لقاء إلا مساكنهم فذلك نجزي القوم المجرين ولقد مفكناهم فيما إن مفكناهم فيه وجعلناهم سبعا وأبطارا وأبعدا فما أغنا عنهم سبعهم ولا أبطارهم ولا أبعدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستذعون ولقد أنفذنا ما حولكم من أخرى رغم الآيات لعلهم يرجعون فلولا نقررهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آله بل ضلوا عنهم وذلك افتروا وما كانوا يحترون وإذ طرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قرم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا نزيل داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السلاوات والأرض ولم يعجب قدر منه قادر على من يحيي الموسى بل إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى ورغبنا قال فنوقوا العذاب بها كنتم تكفرون فاصدف كما قبرهم العزم من الرزم ولا نفتع بلهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون فلن يذبتوا إلا ساعة من النهار بلى لهم فمن يذبتوا إلا القرون فاسحون القرآن حياة ترجمة نانسي قنقر